أولاً المحاسبة على المواد يشارك في أعمال المحاسبة على المواد منذ شرائها وحتى وصولها إلى أقسام الإنتاج، مراكز التكلفة، أو الخدمات، كل مما يأتي دائرة الحسابات المالية دائرة التكاليف ممثلة في شعبة محاسبة المواد وشعبة سجلات التكاليف تتولى شعبة محاسبة المواد القيام بالمهام الآتية الرقابة على حركة المواد التي تتعامل بها المنشأة تسجيل الوثائق كافة المتعلقة بحركة المواد كضبط الاستلام، وإذن صرف المواد، ومذكرة المواد المرتجعة وذلك في بطاقة مراقبة المخزون بالكمية والقيمة حيث توجد لكل مادة في المستودع بطاقة خاصة بها لدى محاسبة المواد تسعير المواد المرسلة إلى مراكز التكلفة وتسجيل هذا السعر على المستندات الخاصة بالإخراج مراقبة مستويات المخزون والمشاركة في تحديدها وإعداد طلب شراء المواد حين وصول المخزون إلى مستوى إعادة الطلب أو حين وصول مذكرة بطلب مواد جديدة إعداد كشف شهري بحركة المواد يتضمن رصيدة أول الشهر وإجمال الإدخالات والإخراجات والرصيدة بنهاية الشهر بالكمية والقيمة أعزائي الطلاب يوجد محاسب التكاليف مشكلة تحديد أسعار الكميات المنصرفة من المواد لاستخدامها في العمليات الإنتاجية ولقد تعددت الطرائق المستخدمة لتسعير الكميات المنصرفة من المخازن إلى مراكز التكلفة ومن هذه الطرق طريقة الوارد أولا صادر أولا وطريقة الوارد أخيرا صادر أولا وطريقة السعر المتوسط المرجح تعالوا معنا لنتعرف على هذه الطرق مزاياها وعيوبها مقدمين لكل لكم حالات عملية ولكل طريقة طريقة الوارد أولا صادر أولا تقوم هذه الطريقة على تسعير المواد المصرفة من المخازن إلى مراكز التكلفة باستخدام تكلفة أقدم المشتريات وعند استنفاذ تلك الكميات المشترات تسعر المواد المصرفة بعد ذلك بأسعار الشراء الكميات التالية مباشرة ويفضل اتباع هذه الطريقة في حال اتجاه أسعار المواد نحو الانخفاض مزايا طريقة الوارد أولا صادر أولا السهولة الوضوح حيث إن المواد التي تحمل للإنتاج تسعر بالتكلفة الفعلية للشراء إن رصيد مخزون آخر المدة يقوم على أساس آخر سعر شراء بقيمته الحقيقية أيوب طريقة الوارد أولا صادر أولا كثرة الأعمال الكتابية والحسابية ببطاقة مراقبة المخزون وفي ظل ارتفاع الأسعار فإن مخزون آخر المدة من المواد يقوم بتكلفة الحديثة بينما تحمل تكلفة الإنتاج بالأسعار القادمة المنخفضة وهذا يؤدي إلى تضخيم الأرباح صعوبة معالج تسعير المواد والخامات المرتجعة من مراكز التكلفة طريقة الوارد أخيرا صادر أولا تقوم هذه الطريقة على تسعير المواد المصروفة من المخازن إلى مراكز التكلفة باستخدام تكلفة أحدث المشتريات وعند استنفاذ تلك الكميات المشترى تسعر المواد المصروفة بعد ذلك بأسعار شراء الكميات السابقة لها مباشرة ويفضل اتباع هذه الطريقة في حال اتجاه أسعار المواد نحو الارتفاع أو عند الاحتفاظ بحد أدنى من المخزون لكل صنف من المواد وتتميز طريقة الوارد أخيرا صادر أولا بأن تكلفة الإنتاج قريبة من أسعار الصرف أيبها إن مخزون آخر المدة يقوم بأقدم أسعار الشراء وأنها تتطلب الكثير من العمل الكتابي والحسابي في بطاقة مراقبة المخزون وصعوبة معالجة تسعير المواد والخامات المرتجعة من مراكز التكلفة طريقة متوسط الأسعار المرجح تقوم هذه الطريقة على تسعير المواد المصروفة من المخازن إلى مراكز التكلفة بسعر متوسط مرجح ويتم استخراج السعر المتوسط المرجح الجديد بعد كل عملية إدخال جديدة واردات من المواد ويحسب السعر المتوسط المرجح وفق المعادلة الآتية السعر المتوسط المرجح ويساوي قيمة الرصيد السابق مجموعاً له قيمة الواردات الجديدة مقسوماً على كمية الرصيد السابق مجموعاً له كمية الواردات الجديدة مهيزات طريقة السعر المتوسط المرجح تسعير الخامات والمواد المنصرفة ومن دفعات مختلفة بسعر واحد بدلاً من أسعار متعددة السهولة في معالجة الخامات والمواد المرتجعة من مراكز التكلفة أيوب طريقة السعر المتوسط المرجح تتطلب عمليات حسابية متعددة لاستخراج الأسعار الوسطية وخاصة في حال نشطة حركة المادة الواردة ووجود تقلبات في أسعارها صعوبة تحديد تكلفة الخامات والمواد بشكل دقيق في حال عدم وصول جميع مستندات الشراء ملاحظة للتأكد من تقة التسجيل في بطاقة مراقبة المخزون يتم استخدام أحدى المعادلتين الآتيتين المعادلة الأولى كمية الرصيد نهاية المدة يساوي كمية الرصيد في بداية المدة زائد كمية الإدخالات نائس كمية الإخراجات أما المعادلة الثانية فقيمة الرصيد نهاية المدة يساوي قيمة الرصيد في بداية المدة زائد كمية الإدخالات نائس كمية الإخراجات تمرين عام فيما يأتي البيانات الخاصة بإحدى المواد في مستوضع رائع يارا للصناعات النسيجية كان رصيد المادة 120 مترا بسار 400 ليرا السوري للمتر الواحد وذلك بتاريخ واحد ستة وقد كانت قائمة الكميات المستلمة خلال الشهر السادس كما يأتي بتاريخ اثنين ستة ضبط استيلام وردت كمية 180 وحدة بسار افرادي 500 ليرا بتاريخ خمسة عشر ستة ضبط استيلام 150 وحدة بسار افرادي 450 ليرا بتاريخ خمسة وعشرين ستة ضبط استيلام وردت كمية 75 وحدة بسار افرادي 550 وفي تسعة وعشرين ستة ضبط استيلام بكمية واردة 150 وبسار افرادي 550 ليرا وبقيمة اجمالية بتاريخ اثنين ستة تسين الف وبخمسة عشر ستة سبع وستين ألف وخمسمية وبخمسة وعشرين ستة واحد واربين ألف وميتان وخمسين وبتسعة وعشرين ستة خمسة وسبين ألف واربعمية وخمسين وقد كانت قائمة الكميات المنصرفة إلى مراكز التكلفة لذات المدة كما يأتي بتاريخ عشر ستة إذن صرف برقم عشرة بكمية 200 وحدة بتاريخ اتناش ستة طلب تسليم مواد برقم عشرين بكمية خمسين وحدة بـ عشرين ستة إذن صرف برقم خمسة وعشرين بكمية مية وخمسين وحدة وبـ عشرين ستة طلب تسليم مواد برقم ثلاثين بكمية منصرفة خمسة وسبعين وحدة والمطلوب إعداد بطاقة مراقبة المخزون عن شهر حزيران وفقا لكل من الطرائق الآتية طريقة الوارد أولا صادر أولا طريقة الوارد أخيرا صادر أولا وطريقة السعر المتوسط المرجح لنبدأ ببطاقة المخزون بطريقة الوارد أولا صادر أولا شكل البطاقة المستند والإدخالات والإخراجات والرصيد والمستند نوعه والتاريخ وباقي الحقول مقسمة إلى الكمية والسعر والقيمة الرصيد في 1-6 كانت الكمية 120 وحدة بسعر 400 ليرة بقيمة إجمالية 48 ألف ليرة بتاريخ 2-6 ضبط استلام بكمية 180 وحدة بسعر 500 ليرة للوحدة وبقيمة إجمالية 90 ألف تدوم في حقل الإدخالات والاستخراج الرصيد بعد هذه العملية نضع رصيد السابق 120 وحدة ونضيف إليه الكمية 180 وحدة بسعر الجديد في تاريخ 10-6 إذن الصرف صرف 200 وحدة وبطريقة الوارد أولا صادر أولا تقسم 200 وحدة على 120 وحدة بـ 400 ليرة للوحدة الواحدة بـ 48 ألف كقيمة إجمالية ونأخذ من الطلبية الثانية 80 وحدة بسعر 500 ليرة وبقيمة إجمالية 40 ألف ليرة والاستخراج الرصيد بعد هذه العملية نلاحظ أن كمية 120 وحدة بسعر 400 ليرة قد صرفت وأن الكمية 180 وحدة صرفت منها 80 وحدة أي يبقى لدينا 100 وحدة بالرصيد وبسعر 500 ليرة وبقيمة إجمالية 50 ألف ليرة بتاريخ 12-6 أيضا تم تسليم 50 وحدة وبطريقة الوارد أخيرا نلاحظ أنه لدينا بتاريخ 10-6 100 وحدة صرفت منها 50 وحدة فيبقى 50 بسعر إفرادي 400 ليرة وبقيمة إجمالية 20 ألف تاريخ 15-6 تم استيلام 150 وحدة بسعر إفرادي 450 ليرة للوحدة الواحدة وبقيمة إجمالية 67500 ويستخرج الرصيد بعد هذه العملية كما سبق بتاريخ 20-6 تم صرف 150 وحدة نلاحظ نلاحظ أن آخر عملية في الاستيلام السابق 150 بسعر 450 ليرة وبسعر إفرادي أما قيمة الإجمالية لها 67500 لاستخراج لاستخراج الرصيد الجديد نلاحظ أن الكمية المصروفة 150 وحدة كاملة يبقى لدينا 50 وحدة بسعر إفرادي 400 ليرة وبقيمة إجمالية 20 ألف بتاريخ 25-6 قيمة الإدخالات 25 وحدة وبسعر إفرادي 550 ليرة السوري وبقيمة إجمالية 41250 ونستخرج الرصيد جديد بتاريخ 28-6 تم تسليم 75 وحدة وبسعر إفرادي 550 ليرة وبقيمة إجمالية 41250 ويستخرج الرصيد الجديد كما سبق آخر عملية تمت بـ 29-6 تم استلام 150 وحدة وبسعر إفرادي 500 ليرات للوحدة الواحدة وبقيمة إجمالية 75450 ونستخرج الرصيد أيضا بالطريقة السابقة للتأكد من صحة الحل يمكن استخدام المعادلتين الآتيتين كمية الرصيد نهاية المدة ويساوي 120 زائد 555 مطروحا منه 475 ويساوي 200 وحدة ونفق المعادلة الثانية قيمة الرصيد نهاية المدة يساوي 48000 زائد 274 وميتين نائس 226750 فتكون قيمة الرصيد نهاية المدة 94450 بطاقة ومراقبة المخزون وفق طريقة السعر المتوسط المرجح نبدأ بالرصيد في 1-620 وحدة بسعر إفراده 400 ليرة وبقيمة إجمالية 48000 عند عملية الاستلام في 2-680 وحدة بسعر إفراده 500 ليرة وبقيمة إجمالية 90000 هنا يتم حساب السعر المتوسط المرجح والذي ينتج 460 ليرة بتاريخ 10-6 تم صرف 200 وحدة نلاحظ أنه ليس لدينا إلا سعر سابق واحد وهو 460 ليرة فتكون قيمة الإخراجات بتاريخ 10-6 92000 وبطرح الكمية السابقة من الكمية المصروفة 300-200 يبقى لدينا رصيد 100 وحدة وبسعر إفراده 460 ليرة وبقيمة إجمالية 46000 بتاريخ 12-6 تم تسليم 50 وحدة أيضا لدينا سعر سابق واحد هو 460 ليرة للوحدة الواحدة فتكون قيمة الإخراجات بتاريخ 12-6 23000 ونستخرج الرصيد الجديد 101 كمية سابقة بتاريخ 10-6 نائس 50 وحدة إخراجات بتاريخ 12-6 يبقى لدينا 50 وحدة بسعر إفراد 460 ليرة وبقيمة إجمالية 23000 بتاريخ 15-6 تم استلام 150 وحدة بسعر 450 ليرة وبقيمة إجمالية 6500 هنا يجب استخراج السعر المتوسط المرجح الجديد وذلك بجمع الكمياتين 50 وحدة زائد 150 وحدة يساوي 200 وبجمع القيمتين 23000 زائد 67500 ويساوي 90500 وبتقسيم القيمة 90500 على مجموعة الكميات 200 ينتج لدينا السعر المتوسط المرجح الجديد 452 ليرة ونص بتاريخ 26 تم الصرف 150 وحدة أيضا ليس لدينا إلا سعر سابق واحد وهو 452 ليرة ونص فتكون قيمة الإخراجات 67875 واللي الحصول على الرصيد الجديد 200 وحدة بتاريخ 156 نائس 151 إخراجات بتاريخ 26 يبقى لدينا 50 وحدة وبسعر 452 ليرة ونص وبقيمة إجمالية 22625 وبنفس الطريقة بطلب الاستيلام بـ 25 نستخرج أيضا السعر المتوسط المرجح وبتاريخ 28 تم إخراج 75 وحدة بسعر إفرادي 511 ليرة للوحدة الواحدة وبقيمة إجمالية 38 325 والاستخراج الرصيد الجديد 125 وحدة صرف منها 75 يبقى 50 وحدة وبسعر إفرادي 511 أي بقيمة إجمالية 25 550 وخمسين بتاريخ 29 تم استيلام 150 وحدة أيضا هنا يجب حساب السعر المتوسط لمرجح الجديد وذلك بجمع الكمية السابقة 50 زائد 150 الكمية الجديدة ويساوي 200 وحدة وبجمع القيمة السابقة 25 550 مع القيمة الجديدة 75 1450 وبتقسيم مجموعة القيم على مجموعة الكميات ينتج السعر المتوسط المرجح 505 ليرات أضواء على الحل تم حساب السعر المتوسط المرجح عند كل عملية استلام وفق المعادلة الآتية السعر المتوسط المرجح يساوي قيمة الرصيد السابق زائد قيمة الواردات الجديدة مقصوما على كمية الرصيد السابق زائد كمية الواردات الجديدة في الحساب السعر المتوسط المرجح بتاريخ 1-6 كما مر السابق أنه لاحظ 48000 قيمة الرصيد السابق زائد 90000 قيمة الواردات الجديدة على 120 كمية الرصيد السابق زائد 180 كمية الواردات الجديدة نتج لدينا السعر المتوسط المرجح في 1.6 460 ليرة وبنفس الطريقة بتاريخ 15.6 والاستخراج السعر المتوسط المرجح ينتج 452 ليرة ونص أيضا وبنفس الطريقة بتاريخ 25.6 والاستخراج السعر المتوسط المرجح ينتج لدينا السعر 515 ليرة وبتاريخ 29.6 ينتج لدينا السعر المتوسط المرجح الجديد وبنفس الطريقة 505 ليرة ولتأكد من صحة الحل يمكن استخدام المعادلتين الآتيتين كمية الرصيد نهاية المدة تساوي 120 زاية 555 نائس 475 ويساوي 200 وحدة ووفقا للمعادلة التالية قيمة الرصيد نهاية المدة يساوي 240 ألف زايد 274 ألف نائس 2221 ألف فتكون قيمة الرصيد في نهاية المدة 101 ألف هي للسوري أعزائي الطلاب مشاهدي الأكارم إلى هنا وينتهي درسنا والذي تابعنا فيه الرقابة على عنصر المواد الأولية للتعرف على شعبة محاسبة المواد والمستلزمات السلعية والطرق المتبعة في تسائل المواد من المخازن إلى مراكز التكلفة لاستخدامها في العمليات الإنتاجية أشكر متابعتكم وإلى اللقاء في درسنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة